أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تاريخية ومتميزة في ظل حرص قيادتي البلدين على تنسيق وتشاور من أجل صالح البلدين والأمة العربية جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى العمانية خالد بن هلال المعولي حيث أكد جبالي أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما يشهده اقتصاد البلدين من تنمية وإصلاح داعيا إلى الدفع بتلك العلاقات قدما من جانبها أشهد رئيس مجلس الشورى العماني بالإنجازات التي تشهدها الدولة حاليا تحت قيادة رئيس عبد الفتح السيسي مشيرا إلى رغبة بلاده في تعزيز استثماراتها بمصر